أهلاً وسهلاً بطلبة الثانية سراوي في أول دروس الترمي الأول من مادة اللحياء واللي يكون عن التغذية مبدئياً كده التغذية هي الدراسة العلمية للغزاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية وأهمية الغزاء للكائن الحي إنه بيكون مصدر الطاقة اللازمة لإتمام جميع العمليات الحيوية في جسم الكائن الحي وبيكون المادة الخام اللازمة للنمو وتعويض ما يطلف من مادة الجسم إحنا عندنا نوعين من التغذية أول نوع هو التغذية الزاتية والنوع الثاني هو التغذية غير الزاتية التغذية الزاتية بتقوم بها الكائنات زاتية التغذية من إسمعها التغذية الزاتية بتقوم بها الكائنات زاتية التغذية والتي تصنع غزائها بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية تتم داخل خلاياها لبناء المركبات الغزائية العضوية معقدة التركيب وعالية الطاقة التي تحتاجها لبناء جسمها كالمواد الكربوهيدراطية اللي هي السكر والنشا والمواد الدهنية والبروتنات وطبعاً بتبني الحاجات دي كلها من مواد غير عضوية أولية وبسيطة التركيب ومنخفضة الطاقة بتستمدها من بيئاتها وهي الماء والأملاح المعدنية وساني أكسيد الكربون وطبعاً ده بيتم باستغلال الطاقة الضوئية للشمس لإتمام هذه التفعالات الكيميائية فيما يعرف بعملية البناء الضوئي وطبعاً من أمثلة الكائنات زيتية التغذية عندنا النباتات الخضرة وفي بعض أنواع البكترية اللي بيحصل عندنا أن الكائنات دي بتاخد مواد غير عضوية وأولية وبسيطة التركيب ومنخفضة الطاقة زي الماء والأملاح المعدنية وساني أكسيد الكربون وبتحولها في خلال مجموعة التفاعلات اللي هي عملية البناء الضوئي إلى مركبات عضوية ومعقدة التركيب وعالية الطاقة زي المواد الكربوهيدراطية والمواد الدعونية والبروتينات تاني نوع من الواع التغذية هي التغذية غير الزاتية ودي طبعاً من اسمها بتكون بها الكائنات غير ذاتية التغذية وبتحصل على غزائها من أجسام الكائنات الحية الأخرى اللي هي النباتات الخضرة أو من الحيوانات التي سبق وأنت غزت عليه على النباتات الخضرة دي فبتحصل على غزائها في صورة مواد عضوية جاهزة ومعقدة التركيب وعالية الطاقة زي البروتينات والنشويات والدهو الكائنات غير ذاتية التغذية بتنقسم إلى ثلاث أنواع غير ذاتية التغذية عضوية وغير ذاتية التغذية الرمية وغير ذاتية التغذية طفايلية الغير الذاتية العضوية زي أكلات العشب عندنا مثلاً الأرانب والماشية والخيول وأكلات اللحوم زي الأطط والكلاب والزئاب والنصور ويبقى فيه غير ذاتية عضوية متنوعة انغذاء زي الإنسان والنوع الثاني اللي هو غير ذاتية الرمية عندنا البكتيريا الرمية وفيه بعض الفطريات زي فطر عفن الخبز والكائنات الغير ذاتية التفايلية زي البلهريسيا ونبات الهلو وبرضو محتاجين نعرف الفرق ما بين الترمم والتطفل الترمم هو قدرة بعض الكائنات الحية على تحليل البقايا العضوية أو أجسام الكائنات الميتة أما التطفل هو علاقة ما بين كائنين يعتمد أحدهما اللي هو الطفيل على الآخر اللي هو العائل في بناء جسمه ويستمرار حياته بأن يستمد منه الغذاء كلياً أو جزئياً بينما تلحك بالثاني أضرار مختلفة عندنا التغذية الزاتية في النباتات الخضرة بتتم من خلال عمليتين أول عملية هي عملية امتصاص الماء والأملاح والعملية التانية هي عملية البناء الضوي عملية الامتصاص الماء والأملاح بتتم في النباتات الخضرة الراكية من الطربة عن طريق الشعيرات الجزرية في المجموع الجزري للنبات وبعد كده بتنتقل من خلية الى اخرى في اتجاه الاوعية النقلة علشان تنقل المية والاملاح دي وتحصل عملية البناء الضوي بعد كده لو انيجي نبص على تركيب الشعير الجزرية هنلاحظ ان هي امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبعة الوبرية اللي هي البشرة والشعير الجزرية بيتم تبطنها من الداخل بطبعة رقيقة من السيتو بلازم وموجود جواها نواه وفجوة عسرية كبيرة وبيكون طلع حوالي 4 ملي متر وعمرها لا يتجاوز بضعة ايام او سبيع لان خلايا الطبعة الوبرية بتتمزق من حين لاخر ولكنها بتعوض باستمرار من منطقة الاستطالة في الجدر الشعيرات الجزرية بتتميز باربع موصفات بتساعتها على الملاءمة على وظفتها فعندنا اول حاجة الشعيرة الجزرية بتتميز بانها كثيرة العدد وبتتمدد خارج الجزر وبتتميز بان جدرها بيكون رقيق وبتفرز مادة لازجة وبيكون تركيز المحلول داخل فجوتها العسرية اكبر من تركيز محلول الطبعة الشعيرة الجزرية بتكون كثيرة العدد وبتتمدد للخارج علشان تقدر ان هي تزود من مساحة سطح امتصاص الماء والاملاع وبيكون جدرها رقيق علشان تسمح بنفاذ الماء والاملاع خلالها وبتفرز مادة لازجة علشان تساعتها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربة والالتصاق بها مما يساعد على تثبيت النبات وبيكون تركيز المحلول داخل فجوتها العسرية اكبر من تركيز محلول الطربة علشان يساعتها في انتقال الماء من الطربة اليها بنخصية الاسموزية ولما نيجي نفحص جدر نبات هنلاحظ ان هو بيتكون من 3 مناطق اول منطقة اسمها منطقة الانقسام الخلوي والمنطقة تانية اسمها منطقة الاستطالة ودي بتقوم بتعويض الشعيرات الجزرية المنزقة من حين لاخر والمنطقة التالتة والاخيرة هي منطقة الشعيرات الجزرية ودي بيزع فيها الشعيرات الجزرية كامتداد الخلايا الطبع الوبرية اللي هي البشرة احنا عندنا قلية او عملية امتصاص الماء بتعتمد على 4 زوايا الفيزيائية الظاهرة الاولية هي خاصية الانتشار والخاصية التانية هي خاصية النفذية والخاصية التالتة هي الخاصية الاسموزية والخاصية الرابعة هي خاصية التشار اول خاصية معنا هي خاصية الانتشار وده عبارة عن حركة الجزيئات أو الأيونات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفض نتيجة للحركة الزيتية المستمرة لجزيئات المادة المنتشرة زي مثلا انتشار نوتة حبر، ساعة اتفكاس في مية والخاصية الثانية هي خاصية النفذية عندنا جدر الخلايا وخشيتها بتختلف طبقا لقدراتها على النفذية إلى ثلاث أنواع أول نوع بيكون منفذ والنوع الثاني غير منفذ والنوع الثالث هو شبه منفذ وده بيتمايز بخاصية الاختيارية النفذية النوع الأول وهو الجدر والغشية المنفذة دي بتقدر أن هي تنفذ الماء وعيونات الأملاح المعدنية زي مثلا الجدر السلولوزية والنوع الثاني وهو الغير المنفذ ودي لا تنفذ الماء وعيونات الأملاح المعدنية زي مثلا الجدر المغطى بالسيوبرين والكيوتين واللجنين والنوع الثالث هو الشبه المنفذ ودي بتقدر تنفذ الماء وبتحدد نفاذ كثير من الأملاع وبتمنع نفاذ السكر والأحماض العمانية زاد الجزئات كبيرة الحاج زي الأغشية البلازمية ودي بتكون أغشية شبه منفذة رقيقة زاد سقوة دقيقة جدا وطبعا كنا قلنا أن الجدل والأغشية شبه المنفذة بتتميز بخاصية الإختارية النفاذية والخاصية دي هي عبارة عن خاصية بتحدد مرور المواد خلال الأغشية البلازمية فبتسمح بمرور بعد المواد الصلبة بشكل حر وأخرى بتمر بشكل بطيء بينما تمنع نفاذ مواد أخرى حسب حاجة النبات نجي للخاصية الثالثة بعد كده وهي الخاصية الاسموزي وهي عبارة عن مرور الماء خلال الأغشية شبه المنفذة من وسط زي تركيز مرتفع لجزيات الماء يعني بيكون أقل في تركيز الأملاح إلى وسط زي تركيز مخفض لجزيات الماء يعني بيكون أعلى في تركيز الأملاح ببساطة كده لما يبقى عندنا غشية شبه المنفذ جزيات الماء بتنتقل من الوسط زي تركيز مرتفع لجزيات الماء إلى الوسط زي تركيز مخفض لجزيات الماء وطبعا بيحصل العكس مع تركيز الأملاح فبتنتقل جزيئات الماء من التركيز المنخفض للأملاح إلى التركيز المرتفع للأملاح وطبعا السبب في ده كله هو الضغط الاسموزي والضغط الاسموزي هو عبارة عن الضغط المسبب لمرور الماء خلال الأقشية شبه المنفذة والذي ينشأ عن وجود فرق في تركيز المواد المزابة في الماء على جانبي الغشاء والإعلاقة ما بين تركيز المواد المزابة في المحلول والضغط الاسموزي للمحلول بتكون علاقة طردية وبالتالي كلما زاد تركيز المواد المزابة في المحلول بيزيد الضغط الاسموزي نجي الخاصية الرابعة وهي خاصية التشرر جدر خلايا النبات بتمتص الماء من خلال الدقائق الصلبة وخاصة الدقائق الغروية التي لها القدرة على امتصاص الماء فتزداد في الحجم وتنتفق وذلك من خلال خاصية التشرر ومن أمثلة المواد الغروية المحبة للماء في النبات عندنا السيلولوز والبيكتين وبروتينات البلوتوبلنزم ومثال على كده لما بنستخدم المنادين الورقية علشان نجفف بيها العرق في الصيف لأنها مصنوعة من مادة السيلولوز اللي بيكون لها القدرة على امتصاص الماء أو العرق بخاصية التشرر ترجمة نانسي قنقر